موسيقى من كافة أو جهة معالي الوزير تشرف صباح اليوم بلقاء السيد الرئيس كما تتوقعون تركزت المبحثات حول العلاقات الثنائية ولكن تترقت لوقت طويل للأحداث الجرية في غزة وكان هناك تبادل رؤى حول هذه التطورات الموسفى والأهمية تخفيف التصعيد ووتيرة التدمير والسهداف المدنيين والعمل على خروب من هذه الأزمة ومراعاة الفوانين الدولية المتصلة بحماية المدنيين تناولنا أيضا بقدر كبير سواء خلال تشرف الوزير بلقاء السيد الرئيس أو خلال مباحثتنا للأقادة الثرائية السياسية الاقتصادية كما تعلمون فإيطاليا هي الشريك الأول لمصر ضمن دول الحد الأوروبي من الشريك الرابع على مستوى العالم عدد ثبير من الصدرات 20% من الصدرات المصرية توجه نحو إيطاليا والعدد الشركات الإيطالية العاملة في مصر شيء مهم بالنسبة لجهود مصر التنموية ومنسع وهناك إرادة قوية لدي الجانبين لتوسيع التعاون فيما يتعلق بالنواحي الاقتصادية زيادة حجم الاستثمارات زيادة حجم الشركات العاملة الإيطالية العاملة في مصر بما يعود بالنفع على البلدين أيضاً العلاقة الثقافية العميقة اللي بتربط بين البلدين نظراً للحضاراتين القدماتين ولكن أيضاً الامتزاج فيما بين الشعبين عبر السنوات الماضية والأهمية اللي بتوال بنعلقها على التعاون أيضاً في مجال التعليم وتنولنا قضايا متصلة بالهجرة غير الشرعية والعمل على تناول هذه القضية من منظورها الشامل سواء فيما يتعلق بالنواحي الاتنية لكن أيضاً النواحي الاجتماعية والاقتصادية والضرورية للمعالجة هذه القضية وأيضاً التركيز على جانية تناول هذه القضية من منظور الهجرة الشرعية والمنظمة التي تأتي لاستفادة الجانبين خلال هذه الزيارة تم سياغة بيان مشترك سوف يصدر ويوزع على سيداتكم يتناول الاهتمامات فيما بيننا في إطار فنمية العلاقات الجهود لتعزيز أهداف نصر الموية العمل في النطاف السياسي وفضايا التجرة غير الشرعية مقاومة التنظيمات العاملة في هذا المجال وأيضاً توسيع رقعة التعاون الثقافي حقيقة نحن نسعد بالزخم الحالي في العلاقات المصرية الإيطالية ونتطلع الاستمرار التواصل والتنسيق بما يأتي برؤية مشتركة حول مجالات التعاون ونحن لنا أطر عديدة من ضمنها الممتدى غاز الشرق المتوسط ونسعد لتنمية العلاقة في إطار الطاقة سواء كانت الغاز أو الوصل الكهربائي بما بين البلدين فبرحب معني الوزير وتطلع إلى فرصة قادمة للقاءنا واستمرار هذه العلاقة الهمة التي تعود النفع على كل مننا التي أيضا تحقق الاستقرار في منطقة المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريق بصفة عام شكرا لما كنتم على منتحاب جميل ونحن نعمل معا وكان إيجابيا كثيرا اللقاء مع سيادته وأيضا مع فخامة سيادة الرئيس السيسي هذا الصباح وتحدثنا عن العلاقات الثنائية بين البلدين بين مصر وإيطاليا ومصر بلد أساسي لاستقرار المنطقة في المتوسط وفي حوارنا معا اليوم تطرقنا إلى بشكل عميق إلى الموقف الدولي ونحن نحاول أن نرى ما يحدث في إسرائيل وقطاع غزة وقد شهدنا الإدانة الكبيرة للعملات الإرهابية من حماس تجاه المدنيين وأيضا تلقينا هذا التضامن من الجانب المصري ولمصر دور مهم جدا ونحن سندعم كل المبادرات التي تقترح مصر وتقوم بها من أجل البحث عن أو من أجل محاولة البحث عن حل إيجابي للرهائن وقد وجدت سيادة الرئيس السيسي مصغيا مهتما في سعيه لفعل كل ما بوسعه لحل هذه الأزمة الصعبة خاصة فيما يقص الرهائن والنساء والمسنين والأطفال وذكرت لمعالي الرئيس السيسي أن بين هؤلاء الرهائن على الأقل سنين من الإيطاليين وراجل وزوجاته وطلبت من سيادة الرئيس أن يفعل كل ما بوسعه كي يساعد على تحرير هؤلاء ولخلق ممرات بشرية لمساعدة ولقد أدى كل استعداده كل ما هو ممكن فعله في ذلك وأيضا كذلك شددت على همية على تخفيف التصعيد وتوطئة الأمر وما يحدث في الوضع الراهن والأزمة التي خلقتها حماس وقد وجدت أيضا هنا الإصغاء والرغبة في تهديئة الأوضاع والوصول إلى حال من الدول العربية من أجل الاستقرار وتدعيم السلام في الشرق الأوسط وستكون هناك مبادرات موجهة إلى تهديئة الوضع برعاية الحكومة المصرية وسنجد الدعم أيضا ستجد هذه المحاولات الدعم من الجانب الإيطالي وثم تطرقنا إلى الحديث عن الهجرة غير الشرعية وهي جهود مشترقة وستوف فيتم توزيع الجهود بيننا لكي نكافح ضد مهرب البشر الذين يهربوا أيضا الأسلحة والمقدرات ونحن كنا في روما نتحدث عن ذلك وسنستمر في العمل معا من أجل الوصول إلى الأهداف المشتركة وأيضا لوقف موجات الهجرة غير الشرعية غير الشرعية وقد تطرقنا أيضا إلى الصناعة والزراعة والهجرة الشرعية ودعم ذلك ونحتاج أيضا إلى الأيد العاملة المؤهلة لذلك نحن ندرس كل صور التعاون مع مصر أيضا عن طريق القطاع الخاص من أجل تأهيل العمال في مجال الصناعة والزراعة الذين يمكنهم المجيء إلى العمل في إيطاليا فيما يخص القرار المرسوم الذي يأتي إلى بجلب العمال الخارجية سواء عن طريق النسب أو الحصص الذين نزيدها باستمرار من أجل أجل الأيد العاملة من الخارج في الشركات في بلدنا في إيطاليا وهناك أيضا العديد من المبادرات التي ندرسها في الجهات الدبلوماسية وبالاتفاق مع السلطات المصرية للوصول إلى الأهداف المشتركة ولقد نحن أيضا نعمل على كل المبادرات الثقافية المشتركة التي يمكن القيام بها ومع الأسف الوضع الدولي الحالي أكبرنا على تأجيل الحفل المثيق الذي كان متوقع إقامته مساء اليوم ولأننا رأينا أنه ليس من المناسب في هذه اللحظة تنظيم حفل موسيقي وسيكون هناك منتدى اقتصادي للأعمال وسنرى من خلاله كيف نعمل معا بين الشركات الإيطالية والشركات المصرية وهناك اهتمام كبير من جانب الشركات الإيطالية للاستثمار في مصر ولذلك فيما يخص التعاون السناء بين البلدين فإن الأمور تسير في مصاريها الصحية والنقطة الأخيرة التي أخبرت بها سيادة الرئيس السيسي وفيما يخص المحكمة الدستورية المحكمة العليا عندنا وهي المحكمة الجنائية فأخبرت معه الرئيس بأن البحث فيما يخص فيما يخص قضية ريجيني بالبحث عن الحقيقة لنعمل معا للوصول إلى كل الأمور التي نبغي الوصول عليها ولذلك في إيطاليا فإنها تحرس على التعاون مع مصر في كل المجالات وأيضا على الصعيد الاستراتيجي لأن ذلك يعني النمو الاقتصادي والسلام والاستقرار هل هناك خط واضح بالإضافة إلى الخط الواضح بين مصر وإيطاليا خط واضح بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لحل أزمة أيضا الاتنين مليون من المواطنين في غزة الذي ولقد وجهنا ذلك هناك أيضا كما قلت إرادة مشترقة بين البلدين للعمل على تهديئة الوضع وأن يلتسع الأمر لأن هناك الكثير جدا من الضحايا ضحايا كثر للقاية من الجانبين ولذلك ونحن نعلم حق إسرائيل في الدفاع النفس ولذلك نأمل في تهديئة الوضع لعدم الحق الضرر بالطرفين كما تفضلت فاتصلا بالحوار الذي تم في مبايني وبين معالي الوزير وصباح اليوم مع خامة الرئيس ومعالي الوزير فاستغرق الحديث وقت طويل فيما يتعلق بالأزمة الحالية والاهتمام المشترك بتخفيض حدة التوتر ومنع الزراق المنطقة إلى ما هو أبعد وتوسيع روحة الصراع فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي بالأمس عقد اجتماع بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج في أومان واتصدر عنه بيان متوازن يراعي أهمية تخفيض حدة التوتر ومراعاة أيضا من قواعد الخانون الدولي والإنساني اتصالا باستهداف المدنيين وتقدير لأنه الوضع الحالي في غزة نبد من التعمل معه وتوفير المساعدات الإنسانية ومراعاة الواقع والأضرار التي طلح بالمدنيين الأبرياء الفلسطينيين في ارتاع غزة سوف نستمر في العمل مع شركاءنا لتسكية هذه المبادئ الهمة وأيضا احتواء الأزمة بكل الوسائل اقتصالتنا جارية مع طرفين الصراع للوصول إلى هذا الهدف وبتأكيد أنه كلما علت أصوات المجتمع الدولي سوف يكون لها تأثير ونستطيع نستعيد قدر الاستقرار والهدوء والمنطقة خلال الزيارات المختلفة التي كنتم بيها للقاهرة خلال العام الحالي واللقاءات والاتصالات المتكررة مع السيد وزير الخارجية بالتأكيد كان ملف التعاون في ملف الهجرة مطروح بقوة خلال مباحثات خلال مباحثات اليوم هل تم التطرق لمقترحات محددة بتعديد التعاون في هذا المجال وما هو الدعم الذي يمكن أن تقدم إيطاليا لصديقتها مصر في إطار تقاسم الأعباء خاصة أن القاهرة نجحت في منع الهجرة غير الشرعية من حدودها خلال السنوات الماضية بالإضافة إلى أنها تستضيف حوالي 9 مليون داجئ ومهاجر على المجال البيان المشترك أو التصريح المشترك الذي هو رسالة واضحة للتعاون التي لم تبدأ فقط اليوم ولكن بدأت أو كانت موجودة بالفعل من قبل ويجب أن نعمل معا من الجانباء على كل الأصعادة وأيضا في تبادل المعلومات وفي الإجراءات في التعاون في كل الإجراءات لأنه مواجهة مشتركة لحل المشكلات التي تواجه الجانبين وأيضا إيجاد الحلول وأيضا الوضع لاستقرار والسلام أيضا يؤدي إلى حل هذه الأزمة فإذا في سوريا وفي غيرها من الأماكن إذا كان هناك استقرار وبعض الأماكن في القرى الأفريقية لأن الحرب في السودان وغيرها من الدول أدت إلى هروب الكثيرين من المواطنين إلى دول أخرى فلذلك يجب نعمل معا على إحلال السلام في كل المناطق ونحن يمكن أن نعمل يدا بيد مع مصر شكرا هنا ترادو ما عنده السنور أحمد دا كان علي أحمد سهل خير سؤال مع الوزير سامح شكري شاهدنا في الفترة اللي فاتت منذ بداية الأحداث في بازة تحذوقات وعنف ومتزايد وشاهدنا أيضا تحذوقات للقاهرة في أكثر بالمجال وانتصاباتها إقليميا ودوليا يمكن تقييم سيادتك لهذا بدور ماذا ينتهي فيه مع كما هو مشاهد فالحقيقة أنه الأمور بتتطور بشكل سريع ويستمر حالة من التصعيد في الأعمال العسكرية والتأثير البالغ على قطاع عريض من المدنيين في قطاع غزة أشقاء الفلسطينيين بيعانوا في الوقت الراهن من إعدام وجود الخدمات الأساسية من قصف مستمر ومن استدباق لمواقع مدنية وأحياء سكنية ولكن هذا لم يجعلنا نتهاون في استمرار تكسيف التواصل مع الطرفين وأيضا مع شركائنا في المجتمع الدولي دول الأوروبية لهم المتحدة دولات المتحدة لتأكيد على أهمية احتواء الأزمة ومراعاة الأضرار الإنسانية الواقعة على المدنيين من هذه الأزمة هنستمر في ذلك تكيب أنه كلما كانت أصوات المجتمع الدولي المتوفقة على المصير لتحقيق هذا الانفراج يقول له واقعه ونأمل أن يأتي بأثر في تهديئة الأمور الجامعة العربية عندما تجتمع تجتمع أيضا لبدأ الموقف العربي موحد داع للخضية الفلسطينية ولكن أيضا مؤكد على ضرورة التعامل مع القضية الإنسانية المختبطة بالمدانين في غزة بالشكل منتصف مع القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني وعمل والمطالبة باستعادة المجال لتحقيق السلام وإنهاء الصناع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس مبدأ الدولتين أكيد أنه هذا هو هدف مستقر ولكن في الوقت الراهل التركيز لابد أن يصب على الوضع الحالي ويعفاء الشعب الفلسطيني في غزة من الأضرار اللحقة به النظر من هذه العمال العسكرية سؤال الأخير ستيفان أنسى فتا ستيفان لساعدة الوزير المصري الأزمة وهجوم حماس على إسرائيل أدى إلى زيادة أعداد اللاجئين نحو الجنوب ونحو مصر فهل كانت هناك رغبة في استضافة هؤلاء اللاجئين من غزة وماذا يمكن أن يكون الحل إذا كان هناك قلق من هؤلاء اللاجئين والتي قد تؤدي أيضا إلى الأعداد أو الموجات التي تهاجر بإجراء غير شرعية إلى أوروبا وكيف يمكن أن تحل هذه المشكلة إقليميا بتأكيد أن عدم الاستقرار والصراع يؤهل لزيادة عدد الهجرة غير الشرعية واللجوء للخروج خارج نطاف الخطر لأماكن أمانة فيما يتعلق بالأوضاع الحالية فهناك حصار والمنافذ الإسرائيلية مغلقة تماما أمام المواطنين في غزة مصر حرصت على استمرار فتح معبر رفح لتوفير المساعدات الإنسانية وسواء كانت في أغزية أو مواتبية وسوف تستمر في توفير كل الدعم الإنساني والأشقاء الفلسطينيين لكن عدم الاستخرار في المنطقة وتوسيع رقبة الصناع كما تفضلت بالتأكيد هي تشجع على مزيد من الهجرة والنزيد من اللجوء إلى مناطق آمنة بالتأكيد منها أوروبا دائما مركز جازو مصر قامت بدورها على مدى السنوات الماضية منذ 2016 بمنع أي خروب للهجرة غير الشرعية من أراضيها وتستمر على أساس مبدأ تقديرها لهمية هذه القضية بالنسبة لشركاءها وتتحمل عقل كبير في ذلك دون حصول على دعم كافي من شركاءها الأوروبيين وبالتالي تحدثنا مع معالي الوزير في هذا الشأن وأتصور أنه يقدر ما تتحمله مصر من أعباء وههمية أن ينظر الانتحاد الأوروبي بشكل في إيجابية أكبر لتوفير الدعم من المسلحة تستطيع استمرار في أزيز السياسي ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر